المسائل كلامية على الضرب الأهداف التعليمية حل المسائل الكلامية المتعلقة بعملية الضرب تحديد المعطيات في المسائل الكلامية المتعلقة بعملية الضرب تحديد المطلوب في المسائل الكلامية المتعلقة بعملية الضرب كتابة جمل الضرب إيجاد ناتج عملية الضرب والتحقق من صحته اشترى خالد علبتين من الشوكولاتة في كل علبة ثلاثة مكعبات فكم عدد مكعبات الشوكولاتة التي يمتلكها خالد؟ أولاً سوف نحدد المعطيات باللون الأخضر وهي اشترى خالد علبتين من الشوكولاتة في كل علبة ثلاثة مكعبات ثانياً سوف نحدد المطلوب باللون الأزرق وهي كم عدد مكعبات الشوكولاتة التي يمتلكها خالد؟ الآن سوف نكتب جملة الضرب التي تعبر عن عدد مكعبات الشوكولاتة كيف نكتب جملة الضرب؟ أحسنتم نكتب عدد المجموعات ضرب عدد العناصر في المجموعة الواحدة كم مجموعة لدينا هنا؟ العلب تمثل المجموعات إذن لدينا مجموعتان أحسنتم ضرب عدد العناصر في كل مجموعة كم عدد العناصر لدينا؟ العناصر هي المكعبات إذن عدد العناصر ثلاثة الآن نجد ناتج عملية الضرب اثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة إذن لدى خالد ست قطع شوكولاتة أحسنتم كيف نتأكد من صحة الناتج؟ أحسنتم يمكننا أن نتأكد من خلال عملية الجمع المتكرر ثلاثة زائد ثلاثة يساوي ستة وهي نفس ناتج عملية الضرب أحسنتم أحضرت الأم لحفلة عيد الميلاد أربعة أكياس من البالونات في كل كيس عشرة بالونات فكم عدد البالونات لديها؟ أولا سوف نحدد المعطيات باللون الأخضر أحضرت الأم لحفلة عيد الميلاد أربعة أكياس من البالونات في كل كيس عشرة بالونات ثانيا سوف نحدد المطلوبة باللون الأزرق فكم عدد البالونات لديها؟ الآن سوف نكتب جملة الضرب التي تعبر عن عدد البالونات كيف نكتب جملة الضرب؟ أحسنتم نكتب عدد المجموعات ضرب عدد العناصر في المجموعة الواحدة كم مجموعة لدينا هنا؟ الأكياس تمثل عدد المجموعات إذن أربع مجموعات أحسنتم ضرب عدد العناصر في كل مجموعة كم عدد العناصر لدينا؟ البالونات البالونات تمثل العناصر إذن لدينا عشرة عناصر الآن نجد ناتج عملية الضرب أربعة ضرب ضرب عشرة يساوي أربعين إذن لديها أربعون بالونا أحسنتم كيف نتأكد من صحة الناتج؟ أحسنتم يمكننا أن نتأكد من خلال عملية الجمع المتكرر عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة يساوي أربعين وهي نفس ناتج عملية الضرب أحسنتم يتمرن سامي ساعتين في اليوم فكم عدد الساعات التي يتمرنها في ستة أيام؟ أولاً سوف نحدد المعطيات باللون الأخضر يتمرن سامي ساعتين في اليوم ثانياً سوف نحدد المطلوب باللون الأزرق فكم عدد الساعات التي يتمرنها في ستة أيام؟ الآن سوف نكتب جملة الضرب التي تعبر عن عدد الساعات كيف نكتب جملة الضرب؟ أحسنتم نكتب عدد المجموعات ضرب عدد العناصر في المجموعة الواحدة كم مجموعة لدينا هنا؟ الأيام تمثل المجموعات إذن لدينا ست مجموعات أحسنتم ضرب عدد العناصر في كل مجموعة كم عدد العناصر لدينا؟ العناصر هي الساعات وهي إثنان أحسنتم نجد ناتج عملية الضرب ستة ضرب اثنين يساوي اثني عشر أحسنتم أحسنتم يمكننا أن نتأكد من خلال عملية الجمع المتكرر اثنان زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين زائد اثنين يساوي اثني عشر وهي نفس ناتج عملية الضرب أحسنتم يوجد في المنزل ثلاث غرف في كل غرفة باب فكم عدد الأبواب؟ أولا سوف نحدد المعطيات باللون الأخضر يوجد في المنزل ثلاث غرف في كل غرفة باب ثانيا سوف نحدد المطلوبة باللون الأزرق فكم عدد الأبواب؟ الآن سوف نكتب جملة الضرب التي تعبر عن عدد الأبواب كيف نكتب جملة الضرب؟ أحسنتم نكتب عدد المجموعات ضرب عدد العناصر في المجموعة الواحدة كم مجموعة لدينا هنا؟ الغرف تمثل المجموعات إذن لدينا ثلاث مجموعات أحسنتم ضرب عدد العناصر في كل مجموعة كم عدد العناصر لدينا؟ العناصر هي الأبواب وهي واحد فقط في كل غرفة أحسنتم الآن نجد ناتج عملية الضرب ثلاثة ضرب واحد يساوي ثلاثة إذن لدينا ثلاثة أبواب أحسنتم كيف نتأكد من صحة الناتج؟ أحسنتم يمكننا أن نتأكد من خلال عملية الجمع المتكرر واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة وهي نفس ناتج عملية الضرب أحسنتم الآن يا أصدقائي دعونا نحل بعض المسائل ترجمة نانسي قنقر